من جهة اخرى زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد الانهيان عضو المجلس التنفيذي لامارة ابو ظبي رئيس مكتب ابو ظبي التنفيذي جانبا من فعاليات مهرجان العين للكتاب والذي يستمر حتى عشرين من نوفمبر الحالي وتفقد سمو عددا من الاجنحة ودور النشر المشاركة في المهرجان للاطلاع على احدث الاعمال الادبية والفكرية التي تسهم في اثراء الساحة الثقافية محليا واقليميا متمنا سمو جهود دائرة والمركز في دعم الثقافة واللغة العربية وتقام فعاليات مهرجان العين للكتاب تحت شعار العين اوسع لك من الدارة في خمسة مواقع ثقافية في منطقة العين ويشمل برنامجا حافلا بالفعاليات الثقافية والعروض الفنية وجلسات المناقشة الادبية وورش عمل القراءة